أكد وزير الخارجية سمح شكري أن التعاون بين مصر واليونان بالمجال التجاري والاقتصادي له أولوية على أجندة عمل البلدين وخلال مؤتمر صحفين لوزير الخارجية ونظيره اليوناني بالقاهرة قال شكري أنه تم توقيع تفاقية للعمالة الموسمية لتنظيم عمل المصريين باليونان نسعى كل من مصر واليونان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط العمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة وتم خلال مباحثاتنا اليوم أن شاهدنا التوقيع على اتفاقية مهمة في إطار العمالة الموسمية تفتح المجال بشكل منتظم بشكل خانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان دعماً للاقتصاد اليوناني وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية وهناك فرصة للتوسع في هذا على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة